ألتقي الأستاذ عبد الرزق توفيقه ورئيس تحرير جريدة الجمهورية أنا أبحث لك كل سنة طيب أنا أبحث لك كل سنة طيب وكل مصر بخير ودايما شعبها في أمن وأمان واستقرار يا رب دايما ويسمع مننا جميعا كل هذا الدعاء لكن دعني أسألك عن التطوير أو ماذا يمكن أن يتلمسه المواطن العادي اللي بيتعامل في الشارع في المصالح الحكومية في التأمين في المنشآت المختلفة أعتقد أن هناك نقلة حصلت يعني مش متأكد حصلت فأني مرة لأنها متتبعة ومتلاحقة ولسه بتحصل لكن وأنت صحفي وتعمل في هذا المجال ورئيس تحرير الجمهورية يعني كيف رصلتها؟ أعتقد أننا احنا على مدارة سبع سنوات هناك حلقات متصلة مصر خاضت معركة أعتقد معركة ما تسميها معركة البقاء كان فيه هجمة إرهابية شرسة للغاية جداً كان فيه فوضى فيه انفلات فيه حالة من افتقاد الأمن والأمان لا أخفي عليك حضرتك وكلنا نعلم أن الأمن والاستقرار هو عصب التقدم عصب الانتاج عصب التنمية عصب الاستثمار عصب السياحة أعتقد أننا اللي حصل في مصر مصر خاضت معركتين البقاء والبناء والألمانة كانوا في تزامن عبقري للغاية جداً مصر خاضت معركتين في توقيت واحد التطور اللي حصل في الشرطة المصرية أعتقد هو نتاجه ونتيجته على الأرض الواقع هذا الأمن والأمان والاستقرار سواء للوطن أو المواطن أعتقد أننا لدينا شرطة محترفة شرطة تمتلك مقاومات الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بركزات الدولة الوطنية سواء المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية والدول اللي بيوفروا الأمن والاستقرار ولو بصينا رمينا النظر إلى الدول التي عانت من ويلات ما يطلق عليه الربيع العربي سقطت فيها الدولة الوطنية وبالتالي المؤسسات افتقد فيها المواطن الأمن والأمان والاستقرار افتقد فيها أيضاً حتى طعم الحياة أعتقد أننا في عيد الشرطة اللي بفكرنا بالشجاعة بالفداء بالتضحية بالوطنية أنك انت دايماً حريص على كرامة هذا الوطن والحقيقة كان فيه تناغم عظيم بين قواتنا المسلحة والشرطة كان فيه أداء محترف وأداء متداخل وتنسيق وحب إذا جاز لي أننا أدخل المشاعر في العمل لكن الحقيقة أن هذا الوطن أنقذ من خلال هذه الأيدي الباسلة من هنا ومن هناك يعني أعظم ما يميز مصر حالة الوحدة سواءً بين الوحدة بين المصريين ودائماً سيادة الرئيس بيقول أهم حاجة أننا نكون على قلب رارجو واحد في القلب منها وحدة الجيش والشرطة شفناهم بيشتغلوا معاً بيدفعوا عن هذا الوطن معاً بيضحوا معاً بيستشهدوا معاً أعتقد أنه كان دباين جداً في تطهير سينة من دنس الإرهاب الأسود كان موجود في كل ربوع البلاد أعتقد أن الجيش والشرطة خاضوا معركة من أشرف المعارك المقدسة اللي بزلت فيها الجيش والشرطة الغالي والنفيس كيتان عن مصر بالأمن والاستقرار وأعتقد أنه الحمد لله يعني بندخل الجمهورية الجديدة وبشرطة محترفة شرطة وطنية طالما كلمت عفواً عن الجديدة الجمهورية الجديدة التحديث والتطوير الذي لحق بالشرطة في كل المجالات وأنا كنت أتحدث منذ قليل المسألة ليست أمناً فقط لكن في خدمات كثيرة بتقدم إلى المواطن في هذا البلد خلينا أكلم حداك سواءً عن حماية المخادرات سواءً شعب من حماية والشباب من حماية المخادرات هناك أيضاً مراكز التأهيل والمراكز التأهيل اللي بتتوسع فيها الشرطة المصرية أعتقد أننا بنلاقي توفير الحياة الكريمة حتى خارج المؤسسات العقبية وداخل أيضاً المؤسسات العقبية شفنا تطوير السجون قريباً بالضغف عن الخدمات اللي بيقدمها للدخلية دلوقتي في حالة من الرقي الإنساني للتعامل مع المواطن المصري سرعة في دخول الرقمنة والأخذ بأسباب التكنولوجيا كل ده موجود بميز أداء الشرطي سواءً في ما يقدمه من خدمات المواطن أو في حماية المواطن من كافة أنواع الجريمة هناك سرعة في سواءً في إضحاض أو ضحر البؤر الإرهابية وبين خلال ضربات استباقية أو حتى من خلال مكافحة الجريمة والوصول إلى الجناه بأقصى سرعة خلينا أيضاً الحفاظ على المال العام مكافحة الفساد كل هذه الخدمات كل أوراقك كل مستنداتك بتجد هناك يعني زباط على مستوى هناك خدمة شرطية فيها رقي وفيها إنسانية وفيها معاملة أيضاً أتوقف عندي المعاملة كلمني عن هذه المعاملة أين ارتقت وأين وصلت؟ خلينا أقول لحضرتك أن الشرطة هي أيضاً من نسيج الوطن يعني شرطتنا دي من أبنائنا فأعتقد أن حالة الرقي وحالة التدريب أنك أنت بحس أن أخوك أو قريبك اللي بيقدم لك الخدمة حريص أنه هو يعملك بشكل محترم حريص أنه يمثل أو يجسد سياسة قيادة سياسية وتوجيهاتها اللي دايماً بتحرق دايماً بناء الإنسان المصري كرامة الإنسان المصري كل دي منظومة بتتجسد سواء في أداء الشرطة في أداء كل مؤسسات الدولة لكن الأبرز والأكثر احتكاكاً بالجمهور هو الشرطة المصرية اللي بالفعل يعني بتقدم نموذج لحتى للخدمات الإنسانية دايماً يعني شفنا زابط بيحاول اللي هو الغارمات قضية الغارمات بتساب اللي دفع لها كان موقف عظيم ومواتر نقيب وردبة صغير فأست مكسور عليها الإيجار فهو بادر أنه يدفع المبلغ عشان بتتحبش وكده لكن عايز أقول لحضرتك أني الشرطة ما هي برضو زي ما بقول زي الجيش والشرطة هم أولادنا ليس يعني غرباء عننا هما من نسيج هو ابني وابنك هو أخويا وأخوك شرطة المدنية أساساً شرطة المدنية خليني أقول لحضرتك يعني هذا التطوير الكبير والأخذ بأسباب التكنولوجيا والتحديث حتى في المجال المنشآت دلوقت الإسام والمراكز بتلاقي حاجة تفرح للأمانة تلاقي نحن النهاردة في قلعة الأمن لأكاديمية الشرطة بالفعل يعني من أفضل أو أحسن أو رائدة القلاع الأمنية في الشرق الأوسط بتخرج يعني خريج زابط على أعلى مستوى أيضاً كل مصر كلها بتقيش حالة من تطور وحالة من الزخم والتحديث والتطوير وزي ما قلت لحضرتك احنا بندخل الجمهورية الجديدة الحمد لله ومصر حاجة تشرف وحاجة تفرح وفي القلب منها عندنا شرطة قادرة وتمتلك مقاومات إنها تقدر توفر الأمن والأمان للمواطن توفر الأمن والاستقرار للوطن كي ينهض كي ينمو للتنمية للبناء للاستقرار للسياحة للإستثمار أعتقد إن إحنا كلنا كمواطنين عايشين ده وإحنا ماشيين في الشارع بنلمس ده وإحنا في ملح حياتنا يعني أي مبنى حكومي أو عم بندخله إحنا استشعرنا الفارق عز أشكرك شكراً جزيلاً سيد عبد الرزق ومصر بخير جيشها بخير وشرطتها بخير وشعبها دايماً بكل خير أستاذ عبد الرزق توفيق رئيس تحرير الجمهورية مشاهدين الكرام كل سنة ومش بس شرطتنا الباسلة العظيمة طيبة لكن كل سنة وكل مصري في هذا الوطن فخور أنا لديه هذا الجهاز أنا لديه هذه الوزارة أنا لديه هذا الزخم العظيم الذي يشهد تطوره في الشارع وفي كل مناحي حياته كل سنة وحضراتكم طيبين اشتركوا في القناة